أم مريم تسأل عن الأعمال التي يمكن للإنسان أن يقدمها للميت تقول شخص توفي تقول أنا توفي والدي و زوجي تقول ما هي الأعمال التي ممكن للإنسان أن يقدمها حتى ينتفع بها الميت أخت الفاضلة بارك الله فيك و رحم الله أمواتك وأموات المسلمين بالنسبة للأعمال أهم الأعمال التي يقدمها الحي للميت الدعاء هذا أفضل عمل يقدمه الحي للميت ولذلك الأنبياء كانوا يدعون لآبائهم و لأمهاتهم والدعاء من أهم الأعمال و كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأمواته ولذلك هذا أهم عمل الأمر الثاني الاستغفار و الترحم على الميت الاستغفار له هذا أيضا من الأعمال الصالحة المسألة الثالثة الصدق قد جاء من حديث سعد بن عبادة أنه لما توفيت أمه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها و لو تكلمت لتصدقت قال تصدق عنها قال ما أفضل الصدق يا رسول الله قال سقي الماء و سقي الماء هذا باعتبار المكان باعتبار الحال قد يكون في حالات هناك ما هو أفضل على القاعدة الشرعية مثل بلد مليء بالمياه مثلا أنهار و خيرات و مثلا و الناس ما يعطشون لكن في مرضى ما عندهم القدرة على العلاج الصدق على هؤلاء أولا واضح كذلك اخت الفاضل الصلة الرحمة التي لا توصل إلا بهما إكرام صديق الوالد و الزوج أولادك يكرمون صديقة والدهم و يعني يكرمون صديقة جدهم أيضا هذا من البر أيضا و من الأشياء التي هي حق للميت على الحي أيضا تنظرين في الحقوق التي يخلفوها وتركوها مثل الحقوق التي لله مثل ما حجوا مثلا مع إمكانهم و قدرتهم و ما اعتمروا ما حجوا مثلا أو تركوا مثلا صياما واجبا أو تركوا الزكاة مثلا و قد توفوا و كانت الزكاة قد حل يعني حال دار الحول عليها و ما أخرج الزكاة تنتبهين لهذا و أيضا الحقوق التي للخلق يعني ديون مثلا و دائع أمانات عواري مثلا عندهم اللي للحقوق هذه أيضا تبرئين ذمتهم بسدادها بارك الله فيك مرء يسرون صيصة اشتركوا في القناة